تسمح لدكتور عاصم نرجع بس كمان خطوة من فضلك يعني ايو انا حاولي الكلام اللي قاله الدكتور عاصم بشكل مختلف فضل فضل الكلام اللي انت قلته احنا نفهمه وده كويس جدا ونشتغل عليه وده كويس جدا لكن انا عايز اقول ان احنا محتاجين واحنا بنكلم كل اهلنا اللي بيسمعونا ان هم يبقوا مقدرين يعني احنا نقدر نعمل مدن اكتر من كده كمان ولكن هي القضية اللي موجودة يطرى ثقافة اهلنا اللي موجودين سواء مش بس في الصعيد في الصعيد وفي الدلتة هل هم مستعدين يسيبوا السكن اللي هم بيعملوه دلوقتي على ارضهم كثقافة منتشرة انه هو بابن النفسي او بابن الاولادي على الارض الزراعية وروح للمدينة اللي انا عملتها دي وقارن سعريا ما بين ده ما بين الشقة اللي هاخدها في المدن الجديدة وما بين اللي انا بعمله برحتي على الارض الزراعية هي دي التحدي اللي انا متصور ان احنا محتاجين نتكلم فيه شوفوا هاتل الصورة اللي بعد كده من فضلك انا عايز اقول ايه تقريبا على كل الاراضي الزراعية اللي موجودة على مدار اكتر من ستين سبعين سنة احنا كنا بنعمل كده احنا كمصريين بنعمل كده رغم محدودية الارض المتاحة ورغم ان موجود في الظاهير لكل السعيد التسعة محافظات دول او التامن محافظات اللي بنتكلم عليهم عندهم اراضي صحراوية ممتدة نقدر نعمل عليها كل حاجة ونحتفظ بجزء كبير من الارض الزراعية كده انا بقول لأهلنا اللي بيسمعونا مش بس في السعيد ولكن في الدلتة المية جنبك هاي المية جنبك هاي انا ما بتكلفش كتير عشان ننقل المية للارض الزراعية اللي احنا قدامنا دي ما بتكلفش كتير لكن لما حاب اعمل اي مشروع تاني واخد المية دي اوديها في سعيد صحراوة على مسافة 70-80 كيلو ومنها يكلفني مليارات الجنهات ومش بس كده هبقى كمان محتاجة اعمل تجمعات عمرانية تخدم على ده بكل ما تعنيه او متى تطلبه من بنية اساسية من طرق وكهرباء ومحطات معالجة للمية الشرب ومحالجة للصرف الصحي يعني ارقام كبيرة جدا جدا اللي انا عايز اقوله لكم او بقوله لنا كلنا وده تحدي وبالمناسبة التحدي ده مش تحدي الدولة يعني مش الحكومة ده تحدي كل عناصر الدولة المصرية الحكومة ومنظبات المجتمع المدينة اللي وحباتوا ان انتو تساهبوا معانا في هذا الموضوع سوم المواطنين اشتركوا في القناة